الباب الثامن والتسعون باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثانية العليا ويخرج من الثانية السفلى متفق عليه ترجمة نانسي قنقر